الموجة الثانية مرحبا الثورات العربية الآن يعني متهمة متهمة داخليا وأدت إلى خارجيا إلى نوع من يعني من خيبة الظن العالم الخارجي كله كان يعتقد أن هذه الثورات ستؤدي إلى الديمقراطية وإلى السلم فأدت إلى العكس فأدت إلى رجوع الاستبداد وأدت إلى الحرب وأيضا هناك خيبة أمل داخلية وهناك اتهامات للثورة اليوم أنه مثلا في مصر أو في تونس تسمع من يقول لك والله إحنا كنا قبل في نعيم تسمع من يقول لك هذه الثورة أتت لنا بالقدارة تسمع من يقول أنك أدت لنا بالفوضى أنها أتت لنا بانخرام الأمن بنزول هيبة الدولة بأنها لم تفتح لنا أي مجال من الناحية الاقتصادية وهذا كله صحيح هذا كله صحيح لكن السؤال الذي يجب أن يطرح على من يذمون هذه الثورات العربية طيب ومن أتى بالثورة لك؟ من كان السبب في هذا الشيء؟ طيب الثورات جاءت لك بالقدارة وجاءت لك بالفوضى وجاءت لك بالاعتصامات ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هل انطلقت من لا شيء ألم تكن ردة فاعل على سياسات معينة ألم تكن ردة فاعل على مواقف معينة ألم تكن ردة فاعل على وضع معين يعني كيف هكذا بين عاشية وضحاها قامت الناس وانتفضت وتسببت في انطلاق الفوضى ولم يكن وراءها أي شيء بطبيعة الحال إذا كانت الثورة مصيبة انصح التعبير فالمسؤول عن هذه المصيبة هو من تسبب في هذه المصيبة والذي تسبب في هذا المصيبة ليس أنا وليس من قاموا بالثورة الذي تسبب في هذه المصيبة هو من جمع كل المكونات لكي يحصل الانفجار هذا ما يجب أن نقوله يعني اليوم عندما نرى النظام القديم في تونس أو في مصر يرجع وكأن شيئا لم يكن وبراءة الذئب في عينيه وأنه احنا هذه الثورة فاعل طيب يا سيد الكريم لكن من كان السبب وراء الثورة يعني ردوا على هذا السؤال وعندما نطرح هذا السؤال نكتشف أنه أنتم كنتم السبب في هذه الثورة أنتم وقودها أنتم من ولدتوها كيف؟ كيف بالآلية الأساسية اللي هي الفساد والاستبداد والظلم والقهر واستعمال الإعلام للتوضيل أنتم كنتوا سبب في هذه المأساة يعني أنتم تسببتوا في قيام هذه الثورة والمضحك في الأمر أنكم أولا لم تتعلموا شيئا وثانيا تدعون أنكم أنتم ستعدون الأمور إلى يعني ستعدون الأمور إلى ماذا؟ إلى الوضع الذي أدى إلى الثورة؟ طيب ما هو سيؤدي مرة أخرى إلى الثورة؟ كيف ستخرجون من هذا التناقض؟ يعني هذه القصة أنه اليوم تتهم الثورة بجملة من الاتهامات الباطلة الباطلة من طرف الناس الذين تسببوا في هذه الثورة والذين بسياستهم هذا يعيدون عقرب الساعة إلى الوراء أنا بالنسبة لي الآن في مصر في تونس في كل مكان يعودوا فيه النظام القديم أنه فهم شعارهم وداوني بالتي كانت هي الداو طيب هذا كلام يقال في الشعر ما في السياسة ما تماش علاج يعني بنفس الداو يعني نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج يعني إذا عدنا إلى النظام الاستبدادي الفاسد فإننا آليا سنعود إلى الثورة مرة أخرى سبب الثورات وهذا تعلمونه كلهم هو الاستبداد وسنحاول في الحلقات المقبلة تفكيك هذا الاستبداد لنفهمه جليا يعني نفهمه أولا هذا الاستبداد يتحمل مسؤولية الحالة التي أدت إلى الثورة يعني هو الاستبداد هو المسؤول عن قيام الثورة هو الذي كان مسؤولاً على البطالة عن الفقر عن الظلم الذي أدى إلى انفجار الشباب أيضاً هو مسؤول عن تكلفة الثورة يعني الشباب اللي ماتوا في تونس والذين ماتوا في مصر والذين ماتوا في يرحم الله كل الشباب الذين ماتوا في سوريا بالمئات الألاف هذا هذه التكلفة للثورة الاستبداد هو الذي يتحمل مسؤولية اليوم الاستبداد السوري هو المسؤول عن الكارثة التي يعاني منها يعني هذا عبدالله صالح الموجود في اليمن هو المسؤول عن الكارثة السيسي هو المسؤول عن الخمسين ألف معتقل يعني كل هؤلاء ابن علي هو المسؤول عن ثلاثمائة شاب الذين قتلوا والألفين شاب الذين جرحوا إذن الاستبداد يتحمل مسؤولية الوضع الذي أدى إلى الثورة ويتحمل مسؤولية ثمن الثورة ويتحمل مسؤولية إفشال هذه الثورة يتحمل مسؤولية إفشال هذه الثورة لأن يعني الاستبداد لم يرحل مع رحيل المستبد وهذا هو الدرس الكبير الذي يجب أن نتعلمه أنك عندما تحارب الاستبداد لا يكفي أن تقطع رأس الحية حتى تتخلص من البقي لا يعني رحل رأس الاستبداد وبقي الاستبداد وهذا الاستبداد الذي بقي هو الذي عطل الثورة وهو الذي نقضها يعني أحلامها وهو الذي وأدها وهو الذي كان السبب الرئيسي في فشلها وبهذه العملية بإفشال الثورة خلافا لما يتوقع هذا الاستبداد فإنه لن يعيد عقارب السعي للوراء وإنما هو للأسف الشديد بسدد الإعداد لمرحلة أخرى لأن الثورات وهذا الخطأ الذي لا يفهمه من يقرأون التاريخ الثورة الفرنسية بدأت في 1789 ولم تحقق أهدافها إلا في 1870 يعني قرابة قرن يعني بعد الثورة الفرنسية جاء بونابارت وجاء ثلاث ملوك وجاء نابليون الثالث وصارت فيه ثورات وانقلابات وكذا ولكن المشروع الثورة الفرنسية لم يتوقف لحظة إلى أن تحقق 70 سنة نحن لن نبقى 70 سنة قبل أن نحقق يعني مشروع الثورة العربية لكن هذه الردات الفعلة معروفة في التاريخ حتى لا أقول مبتذلة وبالتالي نحن لا نخشاه إذن الاستبداد هو الذي يتحمل مسؤولية الوضع الحالي وهو الذي يتحمل مسؤولية ثمن وهو الذي يغامر الآن بمحاولة إرجاع عقارب الساعة للوراء وهو الذي سيتحمل أيضا تبعات هذا الموقف الاستبداد هو الشر المطلق الاستبداد هو الشر المطلق الاستبداد هو القوة الأساسية في تخريب بلداننا الاستبداد هو الآفة المرضية الموجودة في مجتمعاتنا على الصعيد الثقافي والفكري والسياسي والمجتمعي ونحن إن لم نقضي على الاستبداد فأن هذا الاستبداد سيقضي علينا لكن والحمد لله الأمم والشعوب لا تموت حتى ولو جاءتها جرثومة الاستبداد يعني بقدر ما أتانا من المستبدين بقدر ما استطعنا التخلص منهم لكن الموضوع الآن لم يعود التخلص من المستبدين بقدر ما هو التخلص من العقلية الاستبدادية من الثقافة الاستبدادية التي تنتج لنا كل مرة هؤلاء المستبدين يعني نحن نقوم بثورة ثم نعيد تكرار النموذج لأن ثقافتنا للأسف الشديد ما زالت تنتج هؤلاء الناس المهم أيها الأخوة أنه نستبطن أنه لا وجود لحل جذري لمجتمعاتنا إن لم يكن في التخلص من الاستبداد ومن عقلية الاستبداد لأننا لا نداوي أداء لا نداوي أي مرض بهذا أداء العضال الذي هو الاستبداد مرة أخرى قوة الخراب الأساسية وهذا ما سأثبته إن شاء الله في الحلقة المقبلة هو هذا الاستبداد وأن الثورة العربية هي التي ستقضي عليه إن شاء الله في الأخير أقول لكم ننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق ورمز الثورات العربية يجيب على الأسئلة الصعبة هل فشل الثورات الربيع العربي؟ وما هي الأسباب؟ وسبل الخروج من النفق المضمن رسالة قوية من أيقونة الثورات العربية للشباب والأجيال القادمة يقول فيها ننتصر أو ننتصر الموجة الثانية ترجمة نانسي قنقر